بسم الله الرحمن الرحيم وهيكون بقى في استعداد للمرحلة اللي جاية اللي بدأ الاستعداد لها بالفعل خلال هذا الشهر من تحضير للموسم الجديد دراحة اللاعبين الأساسيين التحضير بالدفع بعدد كبير جدا من لعب قطاع الناشئين التحضير لموسم انتقالات وأمريكاة والصيف في الفترة اللي جاية كل الأمور دي بالتأكيد هتكون محط اهتمام كل جماهير النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لكن أبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم ودائما كده بنحب نسخم بدري وكل السادة المشاهدين يدخلوا معنا في أجواء الحلقة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل مباراة الأهلي النهاردة في لقاء أمبي وكمان عايز أعرف توقعاتكم لنتيجة اللقاء شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخير هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي قرارات مهمة لمجلس الأهلي وكمان الفريق يواجه أمبي الليلة في الدوري وأخيرا اتحاد الكرة يشكل إدارة للمنتخبات استعرض مباريات اليوم النهاردة في عدد من المباريات في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري العام ينجم بعد أقل من نصف ساعة فريق نادي الإسماعيل هيواجه أستر نيكمبني هذه المباراة بالتأكيد ضمن لقاءات الجولة الـ 32 والمباراة تتلعب بدون جمهور الساعة السامنة من مساء اليوم تستكمل باقي المباريات الأهلي يستضيف فا إمبي على ملعب الأهلي والسلام في الساعة السامنة من مساء اليوم دي مباريات النهاردة في الدوري المصري كل التوفية رب للأهلي في مباراة النهاردة ويحصد السلاس نقاط لتحسين الترتيب في الفترة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الحديث عن مباراة الأهلي وإمبي احنا بنتكلم خلاص في آخر تلات مباريات النهاردة مباراة في مباراة تانية يوم 27 ونختتم مباراة الدوري يوم 38 ويبدأ الاستعداد للمسم الجديد على طول من أول 9 فترة ترحة سلبية لكل أعضاء الفري والجهاز الفني كمان هيكون فيه إبرامل الصفقات والإعلان عن الصفقات الجديدة كمان هيكون فيه التحضير والإعلان عن القايمة الإفريقية لبحد أقصى هيتم التسجيل قبل يوم 15-9 ومن ثم كمان هيكون بعدها الإعلان عن القايمة المحلية لبتستعد للمسم الجديد كل الأمور دي أكيد في ترتيبات بتجرى خلال الفترة الحالية بالتزامن مع المباريات المحلية اللي في نهاية الدوري العام وأنا أكدت وقلت الجزئية دي قبل كده وشرحتها في كذا مرة خلاص الأهلي من البداية محدد أهدافه في الفترة اللي جاية أنها مشوار الدوري بالنسبة لمبكراً لأن الناس كانت عارفة الأجواء اللي استمر بيها الدوري السنة دي لكن مبارح ريكارتوس واريش أعلن قايمة الفريق اللي بتستعد ليه مباراة أمبي وقايمة الفريق النهاردة بتتكون من 20 لاعب فقط بمعنى أن الـ 11 الأساسي والـ 9 العيب على ديكة البودلاء هيكونوا موجودين كلهم النهاردة في المباراة بما فيهم كمان اتنين حراس مرمى مصطفى شبير وحمز علاء وما فيش حد يطلع بره لسكور نتيجة أن القايمة النهاردة 20 لاعب فقط في حراسة المرمى علي لطفي مصطفى شبير حمز علاء في خط الدفاع رم ربيعة كريم فؤاد محمد أشرف محمد مصير محمد شرقية خط الوسط أحمد عبدالقادر محمد محمود ميدو نبيل محمد فخري أحمد عبدالنبي رأفة خليل زياد طارق لويس ميكي سوني محمد حمدي علي وفي خط الهجوم صلاح محسن أحمد سيد غريب علي عمر ويمكن خرج من القايمة وبالتأكد هنعرفه من خلال زمنا فاروق صلاح بعد قليل حسام حسن ومحمود متولي مش موجودين في قايمة النهاردة طيب دي قايمة مباراة النهاردة ما بين الأهل وإنبي واللي يعتمد عليها النهاردة ريكاردو سواريش في هذه المباراة طيب طاقم التحكيم مبارح اتحاد الكرة أعلى بشكل رسمي الطاقم التحكيم اللي هيكون موجود النهاردة في إدارة هذه المباراة حكم ساحة الكابتن طارق مجدي هو حكم دولي ولكن معتمة دولي كغرفة تقنية فيديو حكم فيديو معتمة دولة لكن النهاردة يكون حكم ساحق وظهر بشكل جيد في المباراة الأخيرة خاصة لما كان في موجود في مباراة المصر والأهلي كحكم فيديو ولغى هدف بصعوبة كان لفريق المصر وكان قرار سليم جدا من الكابتن طارق مجدي مساعد أول هشام الدسوئي مساعد تاني هشام ماطلب حكم رابع جلال أحمد وفي تقنية الفيديو مليون علامة استفهام ليه؟ نهاردة حكم الفيديو الكابتن وائل فرحان ومساعد حكم فيديو الكابتن محمد علاء هشم وائل فرحان أنا بس عندي عليه ملاحظة ودي مش الملاحظة الأولى ولا التانية دي الملاحظة التالتة أو الرابعة السنة دي في مباراة الأهلي ومصر المقصة في كأس مصر ارتكب خطأ يعني لولة الحظ أو الظروف أن اللاعب فريق المقصة تطرد وخرج كانت ممكن المباراة يكون فيها مشكلة إدارية لأنه قد إنزار للاعب ثلاث مرات وفي المرة التالتة بيطلع له الكارت الأحمر فبالتالي ده خطأ المفروض الحكم يكون بيركز كويس جدا جوه المباراة الخطأ ده اللي ارتكبه في المتش كان ممكن يعمل أزمة فنية أو إدارية بخصوص نتيجة اللقاء لكن في النهاية اللاعب خرج وبالتالي ما حصلش أي تأثير على نتيجة اللقاء لكن خطأ زي ده ما ينفعش يمر مرور القرام على لجنة الحكام الشخص المسؤول عن التعينات أنا قلت قبل كده اسمه الكابتن أحمد أبو العيلة مليون علامة استفهام على هذا القرار وعلى هذه التعينات في الفتر الأخير النهاردة واحد الفرحان مقود حكم فيديو بعد الخطأ اللي ارتكبه في ماتش الأهل والمقصة في دور السبتاشر لكأس مصر وده مش بعيدة ده من أيام وليلة جدا النهاردة حكم فيديو أتمنى يكون في كامل تركيزه في مباراة النهاردة لأنه السنة دي خد مجموعة من المباراة كتيرة جدا مش أقل من 18-19 مباراة في الموسم طيب دي قيمة الفريق وده تاقم تحكيم مباراة النهاردة آخر أخبار الفريق وإزاي الأهلي بيستعدوا للقيمة النهاردة عشرين لا لاعب فقط كل ده نعرفه من خلال لازمنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في فندق إقامة الفريق مساء الخير يا فاروق كل التحية لك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان عايزة تطمن منك على أحوال الفريق كمان عايزين نعرف حسام حسن محمود متولي هل ريكاردو سوارش فضل يريحه من النهاردة من المباراة القيمة عشرين لاعب أي بقى جدا فيه اتنين من حراس المارمى وأكيد موجودين كمان على دكة البودلاء يعني خلينا أقولك محمد نتطيع يعني في بداية كلامك تكلمت في نقاط تغاية في الأهمية دي مرحلة مهمة جدا للنادي الأهلي مرحلة الوقوف على مستقى بعض الأمور بتتزامن طبعا مع ختام النادي الأهلي لسلسة مواجهات مهمة جدا سواء أمام فريق امبي ثم فريق طلع الجيش ثم فريق سيراميكا كولوباترة أعتقد يعني ثلاث مباريات النادي الأهلي عايز يختم الموسم بشكل كويس مستر ريكاردو سوارش في كلامه مع اللعبين الجاز الفني في كلامه مع اللعبين عايز ينهي الموسم بالفوز في الثلاث لقاءات بدءا من لقاء اليوم طبعا تعرف نظرا لضيق الوقت محمد النادي الأهلي مقدش غير مران واحد كان بالأمس على ملعب مختار التيتش طبعا كان الفريق عقب العودة من الأسكندرية بعد التعادل السلبي أمام فريق الإسماعيل حصل على راحة مدة 24 ساعة استاني في تدريباته أمس مستر ريكاردو سوارش عقد محاضرة قبل انطلاق المران مع اللعبين طبعا نتكلم على أهمية هذه المرحلة والمرحلة مرحلة التقييم لبعض الأمور لبعض اللعبين أيضا نقوف على مستوى بعض اللعبين في قطاع النشئين اللي ممكن يكونوا موجودين خلال الفترة القادمة خاصة زمان تقولت محمد خلاص انت هنطلق الموسم الجديد ويكون بداية موسم جديد وأيضا القائمة الأفريقية وانت عارف النادي الأهلي خلاص عنده أكيد أهداف كتير خلال المرحلة القادمة والموسم القادم بإذن الله طبعا محمد انت عارف ان بعض اللعبين سواء حسام حسن أو محمود متولي أنا بطمنك وبطمن جمهير النادي الأهلي عليهم كانت رؤية فنية المستر ريكاردو سوارش وعايز يدي مزيد من الراحة للعبين خلاص انت الأمور محسومة لدوري انتهى وهو النادي الأهلي طبعا كان حسم الأمر من البداية ان استئناف الدوري باللعبين للنشئين عايز يقف أيضا على بعض اللعبين في قطاع النشئين عشان يشوف مدى استفادتوا أو مدى تواجدوا من خلال الفترة المقبلة فالبالتالي ادي راحة طبعا لبعض العناصر حسام حسن ومحمود متولي انا بطمنك الامر كله راحة يعني من مستر ريكاردو سوارش والجاز الفني فضل ان هو يريح حسام حسن ومحمود متولي في ظل مشاركيتهم في الفترة الأخيرة والمبارات الأخيرة الفريق بالأمس طبعا قدى المران عقب المحاضرة التي تكلم في مستر ريكاردو سوارش على أهم النقاط القوة والضعف في فريق الامبي وشدد على ان المبارات الدوري الأول كانت مباراة صعبة جدا وانتهت مع الدهية الأخيرة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم انطلق المران بالأمس اجتمل على بعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية اللي يتمنى ان شاء الله مستر ريكاردو سوارش النهاردة من اللاعبين ان هم ينفذوا المطلوب وان شاء الله النادي الأهلي يحقق الانتصار في هذه المباراة بإذن الله محمد طيب مركز حارس المرمى يمكن فيه مشكلة لذيذة يعني مش مشكلة وحشة ولا حاجة لقدر الله علي لطفي ماشي بشكل كويس مصطفى شبير تعلق في المباراة الأخيرة وكان تعلق في فتراتها سابقة هل تم الاستقرار على حارس المرمى ولا لسه المنافسة ما بين الاتنين او ممكن يكون فيه دفع كمان بمصطفى شبير النهاردة بحيث ان علي لطفي خد 4-5 مباراة متتالية ومصطفى ممكن كمان ياخد الـ 4-5 مباراة المتبقية في الدوري بالفعل يا محمد هو دل الأقرب هيبقى مصطفى الموجود في مركز حارس المرمى لكن وانت بتتكلم على المنافسة او الروح اللي بينهم خلينا اقول لك على نقطة مهمة جدا كابتن محمد الشناوي كابتن النادر قادي اللي دايما على اتصال وتواصل مع علي لطفي مع مصطفى شبير مع حمز علاء بعد تقلق علي لطفي كان اتصالات مستمرة ما بينه وما بين محمد الشناوي اللي دايما بيشيد به واشاد بعلي لطفي في المباراة اللي ظهر فيها بشكل اكثر من راع ودي نقطة مهمة جدا محمد بتميز كل كابتن النادر والعب النادر نفس الامر اتكرر ما بين الكابتن محمد دل شناوي ومصطفى شبير وكان اول الاتصاله اول تهنيئ على مستوى وعلى اداءه كانت من محمد دل شناوي لاشاد طبعا بمصطفى شبير ومستوى ودي اللي بنقول عليها محمد الروح المهمة جدا سواء مع علي لطفي مع مصطفى شبير مع حمز علاء وايضا حارس مصطفى مخلوف طاقب بالنسبة كبيرة جدا محمد يكون هو مصطفى شبير حارس مرمى النادر الاهلي في هذه المباراة طبعا وجود علي لطفي قيمة كبيرة وواحد من الحراس المميزين جدا ايضا موجود حمز علاء اللي برضو مش بعيد ان هو يكون موجود في اي وقت وقت ما يحتاجه النادر الاهلي لكن تقدر تقول يا محمد يا بنسبة كبيرة مصطفى شبير ممكن يعني يبقى الختام التلات لقاءات المتبقيين للنادر الاهلي في الدوري يكون مصطفى شبير في حراس مرمى النادر الاهلي اكيد طيب جزية تانية متعلقة بلعاب قطاع النادر الاهلي اللي موجودين في قيمة النهاردة وفرصة وانت معي استغل وجودك بقى واسألك عليهم رأفة خليل راجع من كاس العرب مع منتخب الشباب والنهاردة كمان موجود محمد حمدي علي مركز رأفة ايه ومركز محمد حمدي وهل ممكن ياخد فرصة في مباراة النهاردة ولا لا يعني خلينا اقولك محمد ان رأفة بالنسبة له هو بالمناسبة لعب موليد 2004 في النادر الاهلي وطبعا مع دمج فريق 2003 مع 2004 في النادر الاهلي انضم طبعا رأفة او بلعب في مرحلة سنية اكبر من المرحلة بتاعته مرحلة 2003 رأفة في الاساس محمد من بدايته في القطاع بلعب في مركز الزهير الايصر في الفترة الاخيرة بدأ يوظفه طبعا المدرب النادر الاهلي وكبات النادر الاهلي كابتن سيد غريب يوظفه في مركز الجناح المهاجم الجناح الوجومي للايصر او الايمن واقع كتير جدا كان بيتوظف في مركز رأس الحربة في طريقة 4-2-3-1 كان رأفة خليل بيلعب واحد من اللعبل الثلاثة اللي بيلعبه تحت رأس الحربة مع وجود الكابتن محمود جابر في الجاز الفني المتخب مصر وطريقة 3-4-3 اللي بيلعب بيها أصبح رأفة خليل بيلعب في مركز الزهير الايصر وبيخد مركز الجناح بالكامل فواحد من اللعب اللي بيعني يقدر تقول بيلعب في المركز الزهير الايصر ومركز الجناح المهاجم الايصر وبيقدي فيهم بشكل اكثر من روع محمد حمدي ايضا ده لعب كان انضم الموسم الماضي للنادر الاهلي من فريق ودي دجلة وايضا موليد 2003 بيجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم الايمن والايصر وأوقات بيلعب كان بيتوظف في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة عندنا برضو محمد أحمد سيد عبد النبي ده ظاهير أيمن النادي الآلي موليد 2002 وخلينا بقولك أن برضو محمد مع دمج 2002 مع 2001 أصبح اللعبين بيلعبوا في مرحلة سنية أكبر من المرحلة الموجودين فيها موجود في مركز الظاهير الأيمن محمد أحمد شرية بيلعب في مركز قلب الدفاع واحد من العناصر الأساسية المنتخب مصر ولكن غاب عن المشاركة في البطولة الأخيرة نظرا لظروف الإصابة طبعا علي عمر برضو واحد من اللعيبة الموجودة وأيضا محمد لعب 2002 لجانب أحمد سيد غريب الاثنين بيلعبوا في مركز رأس الحربة وأوقات أحمد سيد غريب بيتوظف في مركز الجناح ميدو نبيل لعب موليد 2004 بيلعب في مركز صانع الألعاب ويلعب في مركز الدائرة مركز 8 أيضا واحد من اللعيبة المهمة والركاز الأساسية فيه قطاع النشئين في النادي الأهلي تقدر تقول يا محمد دي أغلى يعني أغلى بالعناصر اللي موجودة من القطاع النشئين الموجودة فيه الفريق الأول نتمنى لهم طبعا الظهور بشكل كويس وشكل مميز وطبعا زي ما قلنا محمد أن هي فرصة كبيرة جدا أن هما يثبتوا وجودهم ويكونوا موجودين طبعا مستر ريكاردو سوارش والجهاز الفني بيقف على حقيقة مستوى اللعبين يشوف مين منهم يكون موجود معنا خلال الفترة القادمة وانطلاق الموسم بإذن الله فاروق بجد أنا بشكرك على كل المعلومات والتفاصيل المهمة اللي ذكرتها تحديدا على لعبي قطاع النشئين مركزهم الأعمار السنية كمان دورهم مع المنتخبات الوطنية فكل الشكر ليك فاروق صلاحة زمنا موفد قناة الأهلي الموجود حاليا في فندق إقامة الفريق عشان نعرف منه آخر أخبار الفريق قبل التحرك إلى أستاذ الأهلي والسلام وخود مباراة أمبي الليلة أخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أعلم بحضراتكم من جديد يمكن إن بلاحكم في اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاتخاذ عدة قرارات متعلقة بالمرحلة القادمة خاصة إن الفترة القادمة أنت بتبرم صفقات وانتقالات مهمة جدا في ملف الفريق الأول لكرة القدم وكمان عقد الرعاية العقود البس الفضائي كل الأمور التجارية الخاصة بالفريق الأول أكيد بتحضر لها خلال الفترة اللي جاية الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات قطاع الكرة بالشكل العام لذلك فيه خبرين طبعا الكل كان بيتناولوا من بارح عقب اجتماع مجلس الإدارة نهاردة في التريند كمان ومع إن السوشيال ميديا مهتمة بالتفاصيل نشرح بالضبط القرارات التي اتخذها إنبارح مجلس إدارة النادي الأهلي أولا الأهلي يشكر شركة الكرة ويؤكد على تقديره الكامل لجهدها التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس إدارة النادي الأهلي من جانب الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائب المهندس مصطفى مراد فاهمي والكابتن علاء عبدالصادق عضو مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بزلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم في النادي وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها الاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد برضو فينا نقطة بس عايزة أوضحها للناس الناس فاكرة جمعية عمومية غير عادية اللي هي جمعية عمال النادي اللي بيحضرها أعضاء النادي لا هو الهدف هنا جمعية عمومية غير عادية للشركة اللي بالتأكيد بيمثلها مثلا المفوض من مجلس الإدارة ممثل عن شركة الأهل لإنتاج الإعلام فبالتالي ثلاث أعضاء هم الجماعة العمومية غير العادية لاتخاذ القرار وليس الجماعة العمومية للنادي اللي بيحضرها أعضاء النادي ده كان توضيح مهم برضو أشرحه لكل السادة المشاهدين كمان مبارح مجلس الإدارة اعتمد قرار مهم جدا متعلق بالحقوق التجارية خلال الفترة اللي جاي اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع قرار القدم في النادي لمدة أربع مواسم اعتبارا من موسم 2022-2023 وحتى موسم 2025-2026 وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها واستعرض المجلس العرض المقدم من الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس الشركة الأهل للمنشآت الرياضية والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي التطورات الخاصة بإنشاء استاذ الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور أربع من كبريات الشركات العالمية كما استعرض رئيس شركة الأهل للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاذ لأن كلنا عارفين الاستاذ الاسم اللي ممكن يتم تسويق هذا الاسم أو ممكن يتم تسويق العلامة التجارية بيبقى فيها مداخل مالية كبيرة جدا شفنا ملاعب عالمية وأوروبية مجرد بس تسمية الاستاذ باسم الشركة ده في حد ذاته بيدخل أرقام مالية كبيرة وعملاقة وبالتالي في أربع شركات من شركات القبريات العالمية بالتأكيد متقدمة عشان تحصل على اسم استاذ الأهلي والمجلس اعتمد التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاذ الجديد كل اللي عايز أوضحه في التفاصيل دي نقطة مهمة جدا فيك تهدات كتير قوي من مبارح بخصوص هذه القرارات وبخصوص هذه الموضوعات اللي تم إعلانها من قبل النادي الأهلي الفترة الجاية الفترة الجاية هيكون كل الكلام الرسمي من قبل مجلس الإدارة فيه تفاصيل محتاجة شرح وفيه أمور أكيد محتاجة شرح الفترة الجاية هيكون كل التفاصيل دي من خلال مجلس الإدارة النادي الآن الاجتهادات كتير قوي والناس كلها بتحول تكتهد عشان توصل لمعلومة لكن مغزى هذه القرارات وأهمية هذه القرارات وليه هذه القرارات كل ده هيتم يعني بالتأكيد مجلس الإدارة هيتم يعني شرحه الفترة الجاية وأكيد الإدارة يعني بتستعد للمسم الجديد بشكل مدروس وفقا لما يحتاجه الفريق لعادة السيطرة والمنافسة على كل البطولات ده كان توضيح مهم جدا بخصوص هذه القرارات اللي تم اتخاذها بالأمس والاجتهادات كتير والناس بتحاول توصل لبعض المعلومات لكن خلال الفترة الجاية الناس كلها تعرف المغزى من هذه القرارات وبالتأكيد هيكون فيه شرح أكيد في الفترة الجاية عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي بيحصل والنادي الأهلي معودكوا دايما إن فيه شفافية في أي قرار بيتم اتخاذه بيتم إعلانه وشرحه لكل السادة المتابعين وجماهير النادي الأهلي في كل مكان مش في مصر بس في كل أنحاء العالم طيب انبارح ربطة الأندية المصرية اخدت قرار بحرمان جماهير الإسماعيلي من حضور مباريات الفريق حتى نهاية الموسم أو بمعنى ضق يعني منع الإسماعيلي من حضور جماهيره لمدة ثلاث مباريات النهاردة والإسبوع الثلاثة وتلاتين والإسبوع الآربعة وتلاتين أتمنى أن القرارات دي تكون لها تأثير قوي على الأندية في المقام الأول قبل الجماهير لأن تبقى لللوايح والأعراف وقوانين الفيفا أي خطأ بيحصل من الجمهور بيبقى النادي مسؤول عنه وبالتالي اتحاد أو الربطة الأندية اخدت قرار بيحرمان جمهور الإسماعيلي من حضور المباريات المتبقية بس في نقطة كمان مهم جدا في القرارات الربطة في انتظار انتهاء الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقي القرارات معنى ذلك أن القرارات ما انتهتش بمنع الإسماعيلي من حضور جماهيره لمدة ثلاث ماشرات بس لسه في عقوبات تانية بس العقوبات التانية مرتبطة بالتحقات اللي بتجرى في التوقيت الحالي من قبل الجهات المعنية اللي هو فيما معناه يعني بدون الدخول في تفاصيله وده بيشوفنا في أوروبا في فترات سابقة يعني لما بيبقى فيه شغب جماهيري فيه جماهير معينة اللي عملت الشغب ده آه النادي في الآخر بيتعاقب لسه الجماهير اللي عملت الشغب ده والناس بتبقى عرفها وتبقى متصورة وأساميهم موجودة بيتم منعهم من دخول الملاعب مدى الحياة هي دي القرارات اللي الرابطة يعني بتستنى أو منتظرة شوية عن القرارات دي لغاية لما تشوف نتاج التحقيقات عشان لما تاخد قرار يبقى قرار مستند على تحقيق رسمي من جهة رسمية معنية بهذه الموضوعات أتمنى تكون القرارات دي راضعة لأي جماهير ممكن تسير الشغب خلال الفترة الجاية لأن الدور المصري مش محتاج أي شغب في الفترة الجاية محتاجين نزود أعداد الجماهير وأتمنى من مجلس إدارة أي نادي الفترة الجاية وهو بيتعامل مع ملف الجماهير يكون حريص كل الحرص على يعني اطفاء فكرة الروح الرياضية ما بين كل الأندية للأسف بعض الجماهير لما تخرج عن النص بتخرج بسبب سياسات بعض الإدارات في بعض الأندية أتمنى الفترة اللي جاية تكون مجالس إدارة الأندية على يعني وضع المسئولية وأهمية تشجيع الروح الرياضية في البلد خلال الفترة الجاية لأن خلاص في ربطة وفي اتحاد كورة وفي قوانين وفي لوائح اللي هيغلط هيتعاقب واللي هيغلط هيتمنع من دخول المباراة التاني واللي هيغلط في أي مطش سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ممكن توصل عقوبات إن منع الجماهير حتى نهاية الموسم مش فكرة إن احنا بس بهاي ثلاث أسابية لا ده حتى السنة الجاية والجماهير اللي هتخرج عن النص مش هتبقى الجماهير بس ممنوعة لا ده الأشخاص نفسهم اللي هيخرجوا عن النص هيتمنعوا من دخول الملعب ننتظر باقي القرارات بعد انتهاء التحقيقات من الجهات المعنية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نشوف ترند الأهلي وأبرز الموضوعات اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي عنا نتجول مع بعض جده في صفحات السوشيال ميديا ونشوف اللي اتكتب على الأهلي ايه خلال الساعات الأخيرة أول حاجة حساب بكورا بلس من خلال حسابها على تويتر نشروا تشكيل الأهلي المتوقع أمام أمبي في حراسة المرمى مصطفى شبير في الدفاع محمد أحمد شرقية محمود متولي محمد نصير كريم فؤاد محمد فخري محمد محمود محمد أشرف زياد دوتاري أحمد غريب ولويس ميكسوني أنا شايف اسم محمود متولي هو أصلا مش في القايمة فبالتالي التشكيل المتوقع لكورا بلس هنا يمكن جانبه الصواب لأن محمود متولي مش موجود في القايمة لكن معظم العناصر ممكن تكون موجودة في مباراة النهاردة طيب كمان الحساب الرسمي للأهلي دوتكوم على تويتر نشروا تشكيل المتوقع أيضا للأهلي أمام أمبي في حراسة المرمى مصطفى شبير خط الدفاع كريم فؤاد رمي ربيعة محمد عبد المنعب محمود متولي برضو محمد أشرف في خط الوسط محمد فخري محمد محمود ميدو نبيل أحمد عبدالقادر زياد طاري في خط الهجوم حسام حسن غريبة جدا يا جماعة يعني الأهلي دوتكوم عامل تشكيل متوقع للأهلي مفروض ده النهاردة مكتوب الصبح التشكيل المتوقع بعد إعلان قيمة الفريق بالأمس لكن أنا شايف أن التشكيل المتوقع كانت بين محمود متولي هو مش في القيمة حسام حسن مش في القيمة فبالتالي هل التشكيل المتوقع ده بيبقى عبارة عن تنبؤات وتوقعات بغض النظر عن القيمة ولا إيه بالضبط يعني اللي عرفوا أن التشكيل المتوقع ببنزل من خلال الحسابات المواقع الرياضية بيبقى من خلال القيمة فبالتالي بيتكلم مصدر بتاخد منه التشكيل المتوقع أو التشكيل الآرب لكن يبدو كده أن الأمور بعيدة تماما عن فكرة المصادر لأن في أسماء لعبة موجودة مش في القيمة أساساً اللي اخترها ريكاردو سوارش طيب حساب مبتدأ أيضاً على تويتر نشره تشكيل الأهل المتوقع أمام إمبي تغييرات في خط الدفاع طيب مبتدأ بيتوقع أن علي لطفي هو النهاردة لا يكون في حراسة المرمى خط الدفاع رمي ربيعة محمد شرقية كريم فؤاد وكمان خط وسط الملعب محمد محمود محمد فخري أحمد السيد عبد النبي محمد أشرف وفي الهجوم أحمد عبد القادر ميكسوني أحمد سيد غريب يمكن ده ممكن يكون أقرب لأن الأسامي كلها المسكورة في التشكيل المتوقع موجودة في القيمة بالفعل ما فيش اسم من برى القيمة مكتوب في التشكيل المتوقع لكن احنا حبينا نبدأ النهاردة تريند الأهلي بأكتر من مصدر من أكثر من موقع من خلال السوشيال ميديا بيتكلموا على التشكيل المتوقع عشان نوضح للناس الناس بنتوقع التشكيل إزاي في مباريات الأهلي طيب حساب اليوم السابع على تويتر بيتكلموا لأن في 38 مباراة جمعت الأهلي وإنبي في الدوري قبل صدام الليلة 38 ماتش الأهلي فاز في 27 إنبي فاز في 4 مباريات التعادل كان في 7 لقاءات الأهلي سجل في إنبي 72 هدف وإنبي سجل في الأهلي 35 هدف أكبر فوز للأهلي كان 5-1 وأكبر فوز لإنبي كان 3-0 طيب نروح كمان لي حساب الوطن سبورت وبيقولوا أن مصدر الأهلي يختر صلاح محسن بالرحيل ومفضلة بين عرضي فيوتشر وسيراميكا كيليو باتر النهاردة صلاح محسن موجود في القائمة وممكن يبدأ بشكل أساسي يعني الخبر ممكن نستنى عليه شوية النهاردة 24-8 يعني أسبوع 10 تيام هيتحدد أمور كثيرة في مسألة الانتقالات سواء اللعيبة المعارضة اللعيبة اللي ممكن يتم عرضها للبيع اللعيبة اللي ممكن تنضم للفريق فمش علع الأخبار دي مؤقتة لغاية لما نشوف الصورة الكاملة خلال العشر تيام اللي جاي طيب حساب الرسمي لكورا إليفن على تويتر أيضا كتبوا بعد تواجده لأكثر من موسم مع عدم تحقيق المرجو منه الأهلي يحسم الأمر ويبلغ نجمه بالرحيل عن الفريق في أمريكاتو التقارير هنا بتقول أن العروض المتواجدة لدى الأهلي لضم صلاح محسن من سيراميكا كيليو باترا سموحة في يوتشر الاتحاد السكندري إذن كورا إليفن هنا بتتكلم على صلاح محسن وبالتالي هنا أكثر من خبر على صلاح محسن في الفترة الأخيرة وأعتقد المواقع بتبني هذه المعلومات والأخبار بناء على النتائج وبناء على بعض اللقطات اللي بتحصل في المتشاط الأخيرة لكن في النهاية هننتظر حسم هذا الملف خلال الفترة اللي جاية في الظل أن على حسب المصادر اللي قالت أن فيه عروض كتيرة كمان من بعض الأندية لضم عدد من اللاعبين أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نستكمل باقي فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند وفيه تفاصيل مهمة تحديدا في الشأن المحلي وكمان فيه الشأن العالمي نروح للشأن المحلي والترند المحلي النهاردة قرارات مجلس إدارة اتحاد القرى واللي تم إعلانها من قبل اتحاد القرى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك جاءت قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد القرى كالآتي الموافقة على إدراج الإدارات الآتية في الهيكل الإداري إدارة المدربين على أن يتولاها الأستاذ الدكتور جمال محمد عليه إدارة المنتخبات تتشكل من الكابتن عاد المحفوظ والكابتن حمادة أنور والأستاذ إهاب باسيد تحت إشراف السيد جمال علام الموافقة على تعيين السيد محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الأول الموافقة على إقامة دوري القرى الشاطئية بدءا من المسم الجديد اعتماد تشكيل وهيكلة الفروع الموافقة على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للليحة ومخطبة الروابط لإرسال مرشحيهم تشكيل لجنة برئاسة السيد خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد وعدوية كل من الكابتن حازم إمام عضو المجلس والكابتن عامر حسين عضو المجلس وممصلي سيتي كلاب لإعادة وضع شروط وضوابط البطلات للأكاديميات على مستوى الجمهورية وفي اعتماد مشاركة مجموعة من الأندية الجديدة كمنتسبين لحين عقد جمعية عمومية ودي أسماء الأندية اللي هتشارك خلال الفترة اللي جاية بس هتبقى منتسبة لغاية لما يتم عقد جمعية عمومية لإعتماد انتسابهم للاتحاد خلال الفترة اللي جاية قرارات مهمة جدا لكن أبرزها أنه بقى فيه مدير إداري المنتخب وتعين فيه السيد محمد ده غرابة وده حاليا أحد مسؤولي في مجلس إدارة نادي أمبي وكمان الدكتور جمال محمد علي هيكون مسؤول عن إدارة المدربين طيب إيه اللي حصل في هذا الاجتماع نروح ليه حساب اتحاد الكرة أيضا واللي شرح النهاردة إيه اللي تم بخصوص هذا القرار اتحاد الكرة من خلال حسابه على تويتر جمال علام يعقد جلسة مع جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالتحاد الكرة يعني الجلسة كان الهدف منها التشاور وتحديد إطار العمل في الفترة اللي جاية ولكن هو سؤال مهم جدا المفروض كان هيبقى فيه مدير فني للاتحاد خلال الفترة اللي جاية المدير الفني للاتحاد قيل إنه هيكون يعني خبير أجنبي دلوقتي مفيش حد موجود في المنصب ده والمنصب نفسه مش موجود لكن فجئنا النهاردة إنه فيه قرار بتشكيل إدارة جديدة اسمها إدارة المدربين هل ده هيكون بديل عن المدير الفني للاتحاد محدش عارف طيب إدارة المدربين اختصاصها محدش لسه عارف هل الإدارة دي هي اللي هتبدأ تشتغل على مسألة الرخص التدريبية للمدربين في الفترة اللي جاية هننتظر ونشوف أخيرا اختيار دكتور جمال محمد علي تحديدا في هذا المنصب يعني عليه أسئلة كتير والتساولات كتير كان يجب التحاد القرى يعلنها ويفسرها لكل الناس لأن دكتور جمال خد مساحة شغل خلال السنوات الأخيرة وخد فرص كتير كنا محتاجين نشوف وجه جديد في هذا المكان ونعرف كمان الجوبسكريبشن الهدف من هذا المصمى الوظيفي للمدربين والقرى المصرية خلال الفترة اللي جاية طيب أروح للتريند العالمي وأول حاجة النهاردة معايا أحد أبرز اللاعبين المصريين المتعلقين بشكل كبير جدا في البوندس ليجا عمر مرموش الوطن سبورت من خلال حسابها على تويتر بيقولوا أن عمر مرموش لا يفكر في البقاء برفقة فلفسبورج الألماني ويبحث عن فرصة قد تمنعه دقائق أكبر للمشاركة والظهور بجانب رغبته في بدء تحديات ده جديدة بعيدا عن فريقه الذي يدافع عن ألوانه في الوقت الحالي الفرعون المصري ممكن يكون هدف لعدد من الأندية في أوروبا وخارج أوروبا نتمام التوفيق له عمر مرموش ويختار النادي اللي هيظهر فيه بشكل جيد خلال الفترة اللي جاية هل ينتقل للدور الإنجليزي هل يستمر في الدور الألماني ده اللي هنعرفه خلال الفترة اللي جاية حساب بطولات على تويتر اهتم جدا ونشر تصريحات ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول واللي خسر مباراته الأخيرة أمام المان يونايتد بنتيجة 1-2 ليفربول السنة دي البداية مش مبشرة ثلاث مباريات تعادلين وخسارة لكن ليورجن كلوب قال لم نكن محظوظين أمام منشستر يونايتد النتيجة كانت 8-0 وهدف محمد صلاح هو حافظ ماء وجه فريق ليفربول هدف صلاح جي في الدقيقة 81 وما قدرش كمان ليفربول يستسمر العشر دقيقة أو ربع ساعة الأخيرة وعلى الأقل يدرك التعادل خسر بنتيجة 1-2 هل رحيل سادي وماني ممكن يكون مؤثر على الفريق هل لسه بداية الموسم والفريق لسه مظهرش بشكل كويس دوري إنجليزي كنا نعرفين 38 أسبوع فلسه المشوار طويل لكن ليفربول ما عودنا الفترة الأخيرة ما بيبدأش بداية كويسة وبيبقى في صراع مع نفسه ومع المنافس منشستر سيتي في باقي مباريات الدوري الإنجليزي حساب إي بي إيل وورلد على تويتر اهتم بلوكاس باكيتا واستهام قدم عرض رسمي بقيمة 40 مليون يورو لنادي ليون الفرنسي من أجل ضم لوكاس باكيتا والمفاوضات الآن جارية في لننة طيب نيوكسل كمان أكيد بيستعد لإبرامة صفقة حساب جول على تويتر بيقول نيوكسل توصل الاتفاق لضم أليكسندر إيزاك لعب ريال سوسيدات مقابل 70 مليون يورو هنشوف طبعا الفترة اللي جاية هل ممكن الصفقة تتم لخاصة ان الرقم كبير جدا طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة تشكيل المتوقع للأهلي والنتيجة اللي تتوقعها من وجهة نظركم أستاذ محمد جمال بيقول تشكيل الأهلي المتوقع أمام إمبي حرس المرمى مصطفى شبير كريم فؤاد شرقية رمي ربيع محمد أشرف ميدو نبيل محمد محمود محمد فخري ميكسوني زياد طارق أحمد سيد غريب وإن شاء الله الأهلي يكسب 2-0 نروح لحساب نروح أصدي لتعليق الأستاذ إسلام بيقول الفوز للأهلي 1-0 ولكنه لم يتوقع التشكيل نروح للأستاذ محمد دابهجت بيقول الأهلي يفوز إن شاء الله على إمبي 3-0 ماشي توقع نتيجة بدون توقع التشكيل أستاذ علي بيقول مصطفى شبير محمود متولي محمد عبد المنعم رامي ربيع محمد أشرف كريم فؤاد محمد فخري ميدو نبيل محمد محمود أحمد عبدالقادر سيد غريب الجماعة محمود متولي مش في القايمة أتوقع 2-0 للأهلي ناخد رأي تاني معايا أستاذ عبدالغني بيقول مصطفى شبير نصير ربيع شرقية كريم فؤاد ميدو نبيل محمد محمود محمد أشرف عبدالقادر زياد طارق صلاح محسن 0-2 للأهلي إن شاء الله بإذن الله دي كانت أبرز توقعات السادة المشاهدين والمشاركين معانا في برنامج الترند ويمكن من خلال متابعيتي كده لتوقعات التشكيل يمكن النسبة بتميل أكتر لمصطفى شبير أنا أقولت لكم مشكلة لذيذة إنه يبقى عندك حارس أساسي مش موجود وفيه 2 بدلاء اللي 2 على مستوى عالي جدا وظهرين بشكل كويس وما فيش أهداف الحمد لله دخلت مرماهم في الفترة الأخيرة والمباريات الأخيرة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء